السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حنواصل في بقية الشابتر 1 ذلك من خلال lecture رقم 4 خلال lecture هذه حنشوف vector products لو ناخذ مثلاً vector a حناخذ vector a cross vector b نعنى vector product نضرب vector b نستعمل المحصل سيكون المحصل سيكون عنده مجموعة من خاصيات اول خاصية اللي هي line of action كيف سيكون المحصل سيكون لازم يكون عمودي على البلان الموجودة فيه مثلاً هذا هو البكتر a وهذا هو بكتر b طبعاً موجودة على البلان هذا يعني المحصل متعة a cross b سيكون على الخط العمودي طبعاً سيكون على الخط العمودي لازم نعرف شيء ثاني اللي هو المغنيتود والاتجاه لأنه الفوق ولا تحت طيب بالنسبة للمغنيتود اللي هي خاصية ثانية اللي هي قيمة قيمة هي قيمة البي في الصين متعة الزاوية المبناتها من الثنين يعني A في البي في الصين يعطيك المغنيتشود متعة الفكتور سي المحصل متعة بالنسبة للاتجاه وين هيكون هو على الخط العمودي صح لكن حينها مش عارفين فوق ولا تحت كيف بنجيبها هذه بنجيبها من خلال قانون متعة اليد اليمنى شايفين اليد اليمنى هذه يعني الأصابع هذا يتجه من أول الفكتور اللي هو بيروحوا للثاني فكتور اللي هو البي يعني هنروحوا منين هنحط الأصابع ليد اليمنى هنحطهم هنا حيروحوا للأصابع هذا هيروحوا للناحية هذه اللي هي يعني والاتجاه اللي بهام هو بيعطيك الاتجاه لما يكون في الحالة هذه مثلا هنلف اللفة هذه يعني الأصابع هيلفوا بالاتجاه هذا يعني الابهام حيكون الفوق علشان كده الاتجاه متع الفكتور سي حيكون الفوق لو أخذنا العكس لو أخذنا مثلا بي كروس A يعني لنبدأ البداية ستكون من B يعني حلف من B لل C نفس اليد اليمنى لازم اليد تكون اتجاه الأصابع من ناحية هذه اللي بهم حيكون تحت في الحالة هذه لشان كده الاتجاه حيكون تحت يعني B cross A حيكون minus يعني هالي طريقة كيف نجي فيها البكتور product هنرجع لنفس الشكل اللي هو C يسوي A cross B هنعوذ كل فكتور مثلا الفكتور A components الحداثيات المتاعه اللي هي AX على I وال AY وال AZ عنده ثلاثة حداثيات في space نفس الشيء الفكتور B حيكون عنده ثلاثة حداثيات اللي هي BX والBY والBZ هنعوذهم بكم كيف نجيب الناتج components متاع الفكتور C هذا اللي هو الناتج كيف هنجيبه هنستعمل طريقة المسففات في اللين الأول هنستعمل نكتب components اللي هي I والG بالإحداثيات متاع الفكتور A شايفين هذا الترتيب مهم كثير يا شباب يعني أول شيء هو A علشان كده هنكتبنا الإحداثيات متاع الفكتور A على نفس اللين AX والAY والAZ بالخطة في اللين الثاني اللي هو هذا هنكتب الإحداثيات متاع الفكتور الثاني مثلا نفرض لو كانت ال-A لو كانت ال-B X A الأن الكتابة هذه صحية لا هتكون خطأ لازم نكتب الإحداثيات بتاعة ال-B أول وبعدين الأي يعني هنا هنكتب لازم نسبق الإحداثيات هذا قبل الأي لكن هنا الحين عنا A في ال-B طيب بعدين كيف هنجيب النتج بما أن أول إحداثية هتكون على المحور A يعني أول شيء بنسوي بنخفيها هذه بعد ما نخفيها شو الباقي الباقي الثانية بتكون يعني هذا في هذا ناقص هذا يعني بتكون A Y في ال-B Z لما شايفين ناقص هذه في هذه ناقص هذه في هذه يعني حتكون A Z في ال-B Y هذه على لما نمر على ال-I هنخفي ال-I لما نخفي هذه شو الباقي هتكون هذه هنضربها في هذه يعني A X في ال-B A في ال-B Z عفوا وهذه هتكون A Z في ال-B لكن هذه شفناها في الحالة الأولى لكن هنا لازم الحالة الوحيدة لازم تنتبهوا فيها اللي هي A Z A Z بتعكس يعني بتضرب هذه في هذه ناقص هذه شفتوا لما اشتغلنا على A خذ ضربنا هذه في هذه ناقص هذه في هذه شفتوا ضدنا من اليمين ورحنا للشمال لكن هنا لا بالنسبة لل-G حنعكس نضرب هذه في هذه ناقص هذه فيها شفتوا هذه بالنسبة لل-G لازم تعكس الترتيب لو نرد على ال-K حنخفر الكلن هذه لما نخفر الكلن حنشتغل بنفس الطريقة اللي استغلنا بينها ال-I هي حتكون ال-I X في ال-B Y A X في ال-B Y ناقص ال-I Y في ال-B X لكن ما ننسى الملاحظة أنه في الترتيب ال-J بنعكس في ال-I الاتجاه متعل A X B شفتوا ال-I رحنا لل-B حسب الاتجاه متعل القانون اليد اليمنى اللي بهم بيكون الفوق عشان كده سيد الفوق لو نعكس مثلا لو ناخذ العكس لو ناخذ B X A الاتجاه هيكون من B ال-I نفس اليد اليمنى اللي بهم هيكون تحت هيكون minus شفتوا يعني A X B بيكون minus B X شفتوا لو عكسنا الترتيب لازم نعدلها بشارة minus بالنسبة للترتيب متاع الفكتور ومتاع المحاور الثلاثة اللي هي على المحور X والمحور Y والمحور Z اللي هي I G والK لو ناخذ الترتيب هذا لازم نحاول على نفس الترتيب اللي هي عندك I G وبعدين K الترتيب هذا الاتجاه I G K بيكون موجب لو نعكس مثلا الروح من I لK بيكون minus لازم نحاول على نفس الترتيب هذا طيب لو ناخذ مثلا I X G شفتوا من I الروح للG هيكون عمودي عليه هيكون ناتج K حين شفتوا من I للG هيكون ناتج هو الثلث شفتوا حفظنا على نفس الترتيب لو ناخذ العكس لو نعكس مثلا الروح بتكون I cross I هو نفس وليش لأن الزاوية مبينتها من الاثنين هي سفر والSine سفر كم هو سفر عشان كده الناتج بيكون سفر I cross G بتكون K plus لان نفس الترتيب لكن لو بيكون I cross K شفتوا من I رحنا لK رحنا في الاتجاه هذا حيكون مايز عشان كده minus G بالنسبة G cross I عكس سفر لأن نفس الزاوية مبينتها من الاثنين سفر سفر بالG لK نفس الترتيب بيكون I بالK cross I نفس الترتيب شفتوا من K رحنا للI حفظنا على نفس الاتجاه بتكون plus بالنسبة لK cross G عكس الترتيب بتكون minus وK cross K بتكون سفر طيب الحين هناخذ بعض الخاصيات متعل product vector أول شي أنه are not commutative يعني إيش يعني لو غيرت الترتيب بش هتلاقي نفس النتيجة مثلا A cross B أول شي هو A الثاني هو B لو نغير الترتيب ناخذ B cross A شفتوا لازم نحد الميت يعني are not commutative أوكي are distributive يعني يمكن توزع عندك بتوزح عليهم الاثنين بتكون A cross B one plus A cross B شفتوا وزعناها عليهم الاثنين are not associative لكن لما يكون عندك هنا عنا cross واحد وهنا عندي plus لكن هنا عندي cross وأول cross ثاني لما عندك أكثر من cross product vector ما تقدر توزع مثلا هذي على هذي أو بتغير الغوز شفتوا الغوز هنا نقدر نحطوا ما بين البي والس لازم نحافظ على نفس الترتيب متعة الوس لو غيرنا النتيجة بتكون مختلفة يعني هذه هي الخاصية الأخيرة متاع البروداكت بكتر لازم يكون طالب عرف طيب اليوم نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في المحاضرة جاية ننهي بقية الشرط روش